خليني أقول لحضراتكم كمان أنه وصل عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة لمصر عبر معبر رفح البري لعبورهم بعد كده عبر المعبر والحقيقة ده بيتم على مدار الأيام اللي فاتت والنهار ده كمان ووزارة الخارجية أعلنت استعداد مصر لاستقبال وإجلاء حوالي 7000 من المواطنين الأجانب من سنتين جنسية مختلفة من قطع غز وحصل تجهيز لتقريبا 100 شاحنة علشان تقل المساعدات لندخلها لأهلنا في غزة لأنه زي محضراتكم أكيد عارفين هنا فيه اتفاقيات مقابل هذا وإجراءات بدخول عدد معين بيزداد الوثيرة يوم بعد يوم حقيقة أنه فيه جهود مصرية كبيرة عملتها الدولة المصرية وهي بتتناقش على مستوى السفارات مع كل السفارات العالم نتكلم عن 7000 مواطن من 60 دولة مختلفة عملت إيه مصر؟ كانت حريصة أنها توصل الموقف المصري اللي هو بكل تأكيد يدعم الجانب الفلسطيني وبيعرض القضايا الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أراضيهم وفي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ودي نقطة مهمة جدا أنه نوصل الحقوق ونوصل للشعوب دي الحقيقة المهمة كمان أنه المواطنين اللي بيتم إجلاقهم وبيرجعوا بلدهم دولة شهود عيان على اللي حصل هم جايين من جوه شافوا الحقيقة مش بيتفرج هنا على وسائل الإعلام الغربية هو شاف الحقيقة شاف الضرب شاف الأطفال بالألاف شاف المستشفيات اللي بتستهدف شاف الناس اللي قاعدة من غير لمية ولا أكل بالأيام شاف كل حاجة وخارج يحكي للعالم وأكير حضراتكم شفتوا الفيديوهات ومنهم ناس أباء وأمهات لمسؤولين كبار في دول كبيرة تحكي الحقيقة داخل غزة فده مهم في حركة الشعوب لأنه إلى الآن إحنا ما شفناش حد من الحكومات دعم الجانب الفلسطيني بشكل عملي